مزيد من المتابعة معنا عبر الانترنت من أوهايو بروفاسور جون كويغلي أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو بروفاسور جون مرحبا بك وسؤالي إليك بما أنك أستاذ في القانون الدولي كيف تصف انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وحماية الواقعين تحت الاحتلال وارتكاب جرائم بحق الإنسانية هذه الانتهاكات ضخمة وكبيرة جدا ومتنوعة الأراضي غزة تم الاستلاء عليها أو تم الاستلاء عليها في عام 67 بارتكاب عنف شديد وما نراه الآن هو استمرار اعتداءاتها منذ عام 67 واستهداف المدنيين هو ما تفعله إسرائيل دائما بالنظر إلى بالرغم من أنها غير فيها انتهاكات للقوانين الدولية وهي تستخدم المدنيين وتستهدفهم في حين أن ذلك لا يحقق لها أسبقية أو أفضلية عسكرية نعم بروفسور جون وأنت تتحدث معنا ومنذ تقريبا عشرة دقائق متصلة أو أكثر الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بقنابل الفسفور المحرمة دوليا الفسفور الأبيض وهي ليست الواقعة الأولى التي تم إثباتها نحن نتابع ذلك مباشرة على الهواء كيف يمكن وقف إسرائيل أمام جرائمها أمام القانون الدولي استخدام الفسفور الأبيض ممنوع في المناطق المدنية لأنها مادة خطيرة وينبغي إيقاف إسرائيل ومن أجل ذلك يكون من المهم أن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة تخذ مواقف ضد ذلك لإجبارها على التوقف عن استخدام وأيضا ينبغي فضح هذه الانتهاكات هناك قصف يصل إلى مستوى يصل إلى حد الإبادة كما قلنا والحكومات الأوروبية ينبغي أن تتخذ موقفا قويا ضد هذا لنظف بروفيسور رجون الحكومات الغربية تغض طرف عن ذلك ووفقا لمثاق الأمم المتحدة في إسرائيل ارتكبت حتى اللحظة ثلاثة جرائم من أصلي خمسة هم ما يوصف جريمة الإبادة الجماعية هل القانون الدولي عاجز حتى اللحظة في ظل تواطئ المجتمع الدولي عن وقف هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل على جرائمها نعم أكيد أنه من الممكن وفي الحقيقة أن هذه الجرائم أو أي دولة تخالف أحكام معاهدة 1948 يمكن أن تكون أي دولة في أي مكان في العالم في أمريكا الجنوبية أو أي دولة هي طرف أو موقعة على معاهدة حول الإبادة يمكنها أن تتقدم بشكوى لمحكمة إلى هاي وعدد الحكومات التي هناك كثير من الدول تفكر في القيام بذلك نعم ولكن بروفوسير جون ونحن نطابع هذه المجزرة بشكل يومي لا توجد هناك أي تألية من أليات القانون الدولي أو مؤسسات وهيئات المجتمع الدولي قادرة على وقف هذه المجازر أم أننا بحاجة إلى الانتظار حتى تنهي إسرائيل ما بدأت من جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة بل وكذلك جرائم ترتكب بشكل يومي في الضفة الغربية ثم بعد ذلك نذهب إلى ما يمكن القول بأنه المحاسبة نعم المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تصدر أمرا بشكل سريع ضد إسرائيل لكن ذلك لن يوقف إسرائيل عن القصف سوف تستمر ليس هناك آلية حتى في حال صدور قانون أو قرار من محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لفرض تطبيق ذلك القرار إذن التنفيذ يكون حسب إلا بموافقة أو بقرار من مجلس الأمن ولكن كما نعرف فإن مجلس الأمن لن يقول أي شيء سلبي عن إسرائيل باعتبار أن الولايات المتحدة لها حق النقض أو الفيتو نعم شكرا جزيلا بروفيسور جون كولي أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهاي كنت معنا عبر الإنترنت من أوهاي ولك جزيلا شكرا